هل سمعت بالقصة الحقيقية وراء شخصية زورو الشهيرة ذلك الرجل المكسيكي الساعي وراء العدلة لم تقتصر حم الذهب على جلب الغنية للمنقبين لكنها جلبت الكثير من المآسي والقصص الحزينة وقصتنا اليوم تبدأ سعيدة لتنتهي بوفاة بطلها ما إن انتشرت الأخبار عن مداغنا مجاري أنهار كاليفورنيا بالذهب حتى بدأ الناس بالتدفق إليها أملا بحياة أكثر رفاهية كان أحد الأشخاص الذين قدموا نحو الجبال يدعى خواكين موريتا وقد كان موريتا يبلغ من العمر 18 عاما آنذاك وتميز بطموحه ومهاراته لم يأتي وحيدا بل صاحبته زوجته التي كان مغرما بها وقد أمل أن يتمكن من تأسيس عائلة بعد أن يجمع ما يكفي من الذهب كان موريتا يخرج يوميا للتنقيب واعدا زوجته بحياة سعيدة وبالكثير من المال والذهب بينما تبقى هي في المنزل الصغير للاعتناء به وبالفعل استطاع موريتا في البداية أن يجمع الكثير من الذهب إذ كان من أوائل الأشخاص الذين وصلوا إلى المنطقة وهكذا بدأ الزوجان بتحقيق ثروتهما الموعودة ولم يكن لديهما سبب يدفعهم إلى العودة من حيث أتوا وقد أراد موريتا البقاء في المنطقة وقتا أطول حتى يستطيع كمية أكبر من الذهب لضمان مستقبل عائلته احتفل الزوجان في كل مرة عاد بها موريتا إلى منزلهم وحملا بالذهب وحلم بمستقبلهما الذي بدى لهما آنذاك لما عنوا مشرقا إلى أن أتى سنة 1848 اشتعالت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين عام 1846 و 1848 وقد استطعت أمريكا الاستحواذ على كاليفورنيا والتي كانت تابعة للمكسيك حتى سنة 1848 وإثراء ذلك حدث في إحدى الأيام أن أتى رجال أعمال أمريكيون إلى منزل موريتا وزوجته مطالبين بالذهب الذي عمل جاهدا على جمعه زاعمين أن هذا الذهب من حقهم لكون المنطقة التي عمل موريتا فيها أصبحت ملكا لهؤلاء الأشخاص رفض موريتا بالطبع وقاوم الرجال لكنهم ربطوه إلى كرسي وأجبروه على مشاهدة زوجته تضرب ويعتدى عليها رأى موريتا زوجته تموت أمام عينه نتيجة إصاباتها ولم يكن قادرا على فعل أي شيء لإنقاذها في النهاية تركه الوحوش حيا وغادروا معتقدين أنه لن يكون بإمكان شخص بسنه أن يأتي بأي فعل ضدهم دفن موريتا زوجته وعاد إلى مسقط رأسه بقلب مكسور وجيوب فارغة وقد حاول في بداية الأمر أن يمتهن عملية توزيع الورق في إحدى صالات اللعب وقد كانت الصالات المكسيكية تعج بالأمريكيين السكارة أنذاك وزاد احتكاك موريتا الدائم بهم كرهه لهم لم تكن مآسي موريتا قد انتهت بعد إذ حدث في إحدى أيام أن اشترى أخوه غير الشقيق حصاناً وقد طلب موريتا استعارته وذهب به للتجول في المدينة ولكن لسوء حظه فقد أوقفه مجموعة من الرجال الأمريكيين وبدأوا بجلده متهمين إياه بسرقة الحصان حاول موريتا إخبارهم أنه استعار الحصان وبينما كان تحت الضرب أفلت منه اسم أخيه وما إن سمع الرجال ذلك حتى ذهبوا بحثاً عن الأخي ثم قاموا بشنقه في ساحة المدينة بالرغم من كونه قد اشترى الحصان بماله بعد هذه الحادثة أصبح مجموع ما قتله الأمريكيين بالنسبة لموريتا شخصان من أفراد عائلته الجد مقربون منه كما أنه شاهد الأمريكيين يقومون بمختلف أنواع القمع ضد المكسيكيين يومياً كانت حادثة أخيه هي الشعر التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لموريتا فتحول من كونه شاب طموح إلى رجل يسعى للانتقام بدون هوذا طعم الانتقام اللذيذ عثرة على أحد الرجال الأمريكيين الذين نفذوا عملية إعدام أخ موريتا بالقرب من مخيم للتنجيم عن الذهب كانت جثة الرجل مقطعة إلى أجزاء صغيرة وقد ظهرت بعد بضعة أيام فقط من تنفيذ الإعدام بعد أن عثر الرجال على جثة صديقهم امتطوا أحسنتهم وحاولوا اللحاق بالقاتل وقد استطاعوا رؤية موريتا وتيقنوا من كونه هو من فعل ذلك لتذكرهم أنهم قاموا بجلده قبل عدة أيام بدأوا بإطلاق النار لكنه استطاع تفادي طلقاتهم وانطلق بعيدا بلمح البصر استمر الرجل بالاختفاء في الأيام التي تلت وقد أصبح الجميع على يقين بأن موريتا ينفذ انتقامه ولكنه بالرغم من الاحتياطات والتدابير التي اتخذوها بقي موريتا قادرا على انتقاء الرجال وتصفيتهم واحدا تلو الآخر وقد أصبح بمثابة الشبح بالنسبة لهم إذ لم يستطع أحد أن يلمحه أو يسمعه حينما يتحرك كان الرجال الذين قام موريتا بتصفيتهم متورطين في عمليات ضد العديد من المكسيكيين ولذلك لم يلبث أن اعتبره سكان منطقته بطلا يطأر لهم من ظالمهم وقد رغب الجميع بمساعدته أيقن موريتا أنه لم يكن من الكافي أن يحصد انتقاما لنفسه فقط وبالأخص بعد أن انتهى من تصفيته هؤلاء الذين أعدموا أخاه وهكذا أوجد لنفسه هدفا يسعى من خلاله لتحقيق العدالة للمكسيكيين المضطهدين قام موريتا بتشكيل عصابة من الرجال وكان معظم أفراد تلك العصابة رجالا فقدوا أفرادا من عائلاتهم بسبب الأمريكيين والذين كانوا يعملون على احتلال أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم تراوحت أعمار الرجال بين العقدين الثاني والثالث من العمر لكنهم بالرغم من صغر سنه فقد اختاروه لأن يكون قائدا لهم بسبب مهاراته وقدراته كان أفراد المجموعة محقونين بالحقد تجاه الأمريكان فبالإضافة للأشخاص الذين فقدوهم بسببهم فقد كان معظم هؤلاء الرجال أشخاص شاركوا في الحرب الأمريكية المكسيكية وشاهدوا شناعة ما فعله الأمريكيون كان أحد الأفراد يدعى جاك ذو الثلاثة أصابع إذ وكما يشير اسمه فقد الرجل أصابعه في الأرض المعركة كذلك كان أحد أصغر الأعضاء فتى في السادس عشر من عمره يدعى رايز فيلتزر وأغرم وأغرم موريتا لاحقا بأخت الفتاة وبدأ تأسيس عائلة جديدة معها شملت أعمال العصابة اقتناص المنقبين الأمريكيين من على أحصنتهم وقد قاموا بالاستولاء على الذهب والأحصنة وعملوا بنظام المناطق فكلما انتهوا من تمشيط منطقة تنجيم من الأمريكيين انتقلوا إلى أخرى بدأ موريتا بالسطوي لأجل الآخرين وذلك بعد أن استعاد ما أخذ منه وقد كان يعود بحصيلة العمليات التي يقوم بها إلى المدينة ويوزعها على السكان على السكان الذين سرق الأمريكيون منهم شبهه الناس بروبين هود إلى أن بدأ يقتل بلا دافع وبلا هوادة إذ بات يعتدي على أشخاص لم يسيء له ولا لأي شخص آخر لم يلبت أن انتشر الخبر عن وجود عصابة مكسيكية تستهدف المنقبين عن الذهب أمريكي الجنسي وحين وصل هذا الخبر إلى مسامع الجيش الأمريكي سلم شخص يدعى هاري لوف برفقة جواله جوالة كاليفورنيا مهمة القضاء على موريتا مهما كلف الأمر استطاع الجوالة في أحد الأيام بالإيقاع بمجموعة من الرجال المكسيكيين وهم في خضم عملية سرقة أحصنا وبدأ إطلاق النار بين الطرفين وفي النهاية قام الجوالة بإرداء العصابة بأكملها ميتة وقد ميز الجوالة من بين الجثث جاك ذو الثلاثة أصابع وكان لوف على ثقة بأن موريتا هو أحد الرجال بين الجثث لكنه لم يكن قد قابله من قبل ولم يكن يعرف شكله مع ذلك قام بقطع رأس إحدى الجثث والتي شك بكونها جثث موريتا نتيجة الأوصاف التي سمعها عنه ومن ثم توضع الرأس في إناء زجاجي وقد فرد لاحقا قيمة دولار واحد على أي شخص أراد رؤية الرأس ولادة زورو ظهرت شخصية دون دياغوفيغاو المعروفة باسم زورو لأول مرة في قصة قصيرة دعيت بلعنة كابيسترانو The Curse of Capistrano التي كتبها جون ماكيلي في سنة 1919 انتج لاحقا فيلم عن تلك الشخصية وذلك في سنة 1920 تبع ذلك نشر ماكيلي رواية كاملة تتحدث عن تلك الشخصية وذلك في سنة 1924 كان اسم تلك الرواية قناع زورو The Mask of Zorro أحب العامة قصة روبين هود المكسيكي ولترويج تلك الشخصية تم إنتاج مسلسل تلفزيوني كامل يدور حول مغامراتها وذلك في خمسينيات القرن الماضي تبع المسلسلة سلسلة أفلامي زورو من بطولة أنطونيو بانديراتس لكن القليل من الناس يعلمون أن أصل جميع تلك الإنتاجات هو رجل مكسيكي وجد فعلا ويدعى خواكين موريتا امتلك زورو قناعا ليخفيه ولباسا أسود ليساعده على الاندماج في ظلام الليل وقد كان ذلك منطقيا لكون جميع القصص التي دارت حول موريتا تحدثت عن غموضه وتخفيه وقدرته على التسلل وكما قصة حياة موريتا فقد كان الزورو يبحث عن الانتقام لأجل أخيه واستخدم السيف في تحقيق انتقامه بدلا عن المسدس تماما كما فعل موريتا والذي اشتهر بمهارته العالية وعدم وجود شخص يستطيع منازعته والتغلب عليه في المبارزة إلى أن جاء جوالة كاليفورنيا حاول بعض المؤرخين تشويها صورة موريتا ليحولوه من بطل يسعى لتحقيق العدالة إلى رجل خارج عن القانون يقود مجموعة من المجرمين كما ادعو أنه احتفظ بالغنائم التي حصل عليها لنفسه كما رسمه العديد من الأشخاص كرجل معتوه ومجنون بعيون جاحظة وذلك ليطابق المواصفات التي وضعها الأمريكيون له لكن قصة موريتا التي تظهره بطلا وصلت إلينا نقلا عن أفواه المكسيكيين جيلا بعد جيل كاحتفال ببطولته وإشارة لحبهم له واعتزازهم به بالنسبة لأفلام زورو التي أدى بطولتها بونديراس فإن العديد من الأشخاص يعتبرونها تصويرا ممتازا للحياة في فترة حم الذهب من وجهة نظر مكسيكية وفيما يطوي التاريخ قصة موريتا فإن إحساسه العالي بالعدالة سيحيا للأبد في شخصية زورو مصدر هذه القصة هو موقع The History Collection ترجمة نانسي قنقر